اشتركوا في القناة مع الاهل والاصدقاء وعلى الصفحات الاجتماعية واللي ما مشترك بالقناة اتمنى ان يشتركوا في فعل الجرس ولا تنسوني باللايك احتاج ملعقة طعام واحدة من المشا واثنين ملعقة طعام من الكاستر او عدنا هذا الفنيل الكريم هذا اللي نستعمله لحشوة الكيكات مثل ما قلت لكم اثنين ملعقة طعام واضيف لها ثلاث معالق طعام من الشكر او السكر اخلطهم حتى يعني يختلط هذا الحليب والنشا والكاستر وابرش عليهم قشر ليمون واضيف ثلاث اكواب من الحليب واخلطهم حتى يعني يذوب هذا الشكر والنشا والكاستر ويختلطون ويا الحليب قبل ما اخليهم على النار واعصر ليمونة وحدة واجهزها قبل ما ابدي اغلي هذه التحلية واخلي هذه الخلطة على النار ويعني اضل احرك بيها الى ان ما تثخن وتتماسك بعد ما ثخنت هذه التحلية هي ساخنة اضيفلها ملعقتين طعام من عصير الليمون واخلطهم وهي هذه الخلطة واتركها على جهة لتزيين الكاسات احتاج مبروش لبجوز واحتاج العسل واذا ما متوفر عدكم العسل تقدرون تستخدمون الشيرة او القطر يعني بس الاطراف القدح او الكوب اللي راح تستخدموه هذه الحلويات بس الاطراف خلو يعني يغمسوها شوية بالعسل او الشيرة وبعدها يعني اخليها حتى يلتصق عليها الجوز راح اخليها بالجوز اتأكد يعني كل الاطراف صار بيها عسل او شيرة قبل ما اخليها بالجوز حتى يلتصق عليها بهذه الطريقة طبعا هو هذا التزيين حسب الرغبة اذا تريدون تزينون وتجملون الكاسات بهذه الطريقة هذا الشي يرجع لكم واي كاسات متوفرة عدكم تقدرون تستخدمون يعني مو الا شرط نفس الكاسات اللي ااني دا استخدمها منظر يطلع كلش حلو شوفوا يعني المنظر كلش جميل صار بهذا الشكل نزينها ما عدا يعني هذه الحلوة اللي سويتها طعامها يعني ما ينوصف مكثر ما طيب بعد ما انتهيت من تجهيز الكاسات رح افرغ هذه التحلية اللي جهزتها وهي ساخنة بعد ما افرغها اتركها على جهة حتى تبرد شوية الى ان ما اجهز اللمسات الاخيرة والطيبة لهذه التحلية احتاج موزة وحدة قطعها مكعبات صغيرة او صغيرة الحجم واجهزها هذه يعني اي فاكهة متوفرة عدكم لذل تلتزمون الا يكون الموز اي فاكهة عدكم موجودة لكن احب الموز دائما اسويه بهذه الطريقة واخليه على الحلويات لانه يصير طعمه يعني شي رهيب اسخن حوالي ملعقة طعام وحدة من الزبدة او اذوب ملعقة طعام وحدة من الزبدة بالمقلات واقلي هذا الموز او مكعبات الموز بهذه الزبدة واضيف لهم ملعقة طعام وحدة من العسل واذوب هذا العسل واخلطه ويا الموز المقلي بعدها اجيب من هذه خلطة الموز المقلي بالزبدة والعسل اخليها بالكاسات فوق هذه التحلية وازينها به واخر شي اخلي القليل من مبروش لبجوز على الوجه واخليها بالثلاجة الى ان ما تبرد واقدمها فهي هذه كانت وصفتني لهذا اليوم اتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها والفعافي مقدمان واترككم بامان الله الى ان ما نلتقي في فيديو اخر شكرا جزيلا للمشاهدة